من غير الوسيلة الأعلامية النهار لم يزور أحد هذا المكان المسمى بمزرعة شويخ محمد أو كما يسميها أهل المنطقة بفيرمة البائلي مكان تقطنه أكثر من ثلاثين عائلة تعيش أوضاع مأساوية حالة مزرية في حالة لا يرثلح رعنا مغبنا واحدة لا سل لا دعم ريفي لا مياه لا قاز قاز فيتح ذانا لا قاز لا طريق طريق حديث ولا حرش رعنا في واحدة الغبينا كارثة والسلام المزرعة أكبر مزرعة لمساوي ولاية سعيدة تابعة البلدية سيدي أحمد دائرة على الحشر ولاية سعيدة احنا رأنا تقريبا ثلاثين ساكن هنا ثلاثين عائلة ما سافدناش من دعم الريف مكانش اللي سافد الساكنات ركتشوف ساكنات هشة من وقت الاستعمار المزرعة ومنذ إنشائها بسنة خمسة وثمانون ثمانومئة أو ألف لم ينظر لحال قطنها تهميش عزلة خالقة زاد من حدة الوضع حاجة السكان لكل شيء كي راح صارينا رأنا في الدومية رأنا في الالفين وعشرين ننزقون ما بالتركتور بالجواريك والسكاني هارهم ونا راكم تشوفوا فيهم رأهم با يطيحوا علينا رأ عندهم فيت القارنها في الالف وثمانمية وثلاثة وثمانين السكاني هادو سمعتني وكاي اللي طاحت عليها الدار خرج والغاز مع الدنياش رأنا نجيبه خبسينف ستينف لقرعة والضو الإنارات السيلي اسمو مع الدنياش رأنا الذين سيكن معدنا السيلي اسمو السيلي اسمو مكانش سكان بسطاء وحياة بدائية كانت من نصيبهم بفعل تهميش السلطات لهم ولمطالبهم التي وإن ارتفع سقفها ستكون حول تزويد بيوتهم بالماء الشروب وفك العزل عنهم لا أكثر